اشتركوا في القناة الغرض منها اننا نستخدمها زي ما انتم شايفين هنا في الصورة قطع ساترة الفساتين المفتوحة بحيث يكون شكلها مرتب وانيق طيب بداية يفضل اني كنت تستخدمي خيط نحيف كل ما كان الخيط نحيف كل ما كان شكل العمل انعم خاصة اني كنتي راح تستخدميها في اللبس وزي ما قلت لكم في الفساتين او البلايز المفتوحة انا استخدمت هنا خيط اليزا ديفا وممكن تستخدمي اي نوع خيط تحبيه المهم ان يكون رفيق الابرة المستخدمة هنا ثلاثة ونصف نصير اربعين سلسلة طيب نترك الثلاثة الثلاثة من البداية ونشتغل في السلسلة الرابعة واحد اثنين ثلاثة نتركها ونشتغل في السلسلة الرابعة ما نحسب الابرة لا نعود من هنا واحد اثنين ثلاثة وندخل في الرابعة نعمل فيها عمودين يعني نحتسب الثلاثة البداية اول عمود يعني كاين انا عاملين ثلاثة عواميد في الغرزة الاولى زي ما تشايفين هنا رح تكون الفكرة ان انا نعمل ثلاثة عواميد في سلسلة واحدة وبعدها نترك سلسلتين ونشتغل ثلاثة عواميد في السلسلة اللي بعدها وهكذا الى نهاية السطر انا رح نحن اترك سلسلتين رح اترك هذا وهذا واشتغل في الثالثة ثلاثة عواميد طيب زي ما انتو شايفين هنا الثلاثة العواميد هادى اللي في البداية رح نكررهم في السطر كله لكن رح نعمل اللي هنا عملناهم رح نعمل سلسلتين وتحت رح نترك سلسلتين مقابل السلسلتين اللي فوق من غير شغل وبعدها ندخل في السلسلة اللي بعدهم هنا ونعمل ثلاثة عواميد في نفس المكان زي ما عملنا في البداية رح نكرر نفس الطريقة دي لنهاية السطر نعمل سلسلتين ونترك سلسلتين تحت ونشتغل في السلسلة الثالثة ثلاثة عواميد ونكرر نفس العملية اللي ما نخلص السطر كامل طيب هنا خلصنا السطر كامل عادي ممكن يتلفلف عليك بس نكمل السطر الجديد رح تصلح طيب بداية السطر الجديد نلف العمل رح نبدأ نشتغل في الفتحات اللي بين الغرز اللي سوناهم في السطر السابق في الفراغات هذي فراح نبدأ من هنا لاننا نبغى نتناقص على تحت علشان يصير شكل مثلث فراح نمشي بمنزلقة في ثلاثة العواميد الأولى لحد ما نوصل للفراغ في الفراغ نطلع سلسلتين نحتسبها أول عمود ونعمل عمودين في نفس الفراغ يصير المجموع ثلاثة عواميد بعد كده نعمل سلسلتين وننتقل الفراغ اللي بعده ونعمل ثلاثة عواميد ثانية ثلاثة عواميد ثلاثة عواميد سلسلتين نكرر في أفراغ اللي بعده نعمل تكرار هذه بقية السطر إلى آخر مربع من المربعات الفاضية نعمل فيها نفس ما عملنا في البداية بحيث انه انتهي زي ما بدأنا يعني سيكون زي ما بدنا حيثوا هنا جزء ناقص هنا فاضي يعني ما في عواميد في البداية ولنهاية كمان آخر السطر رح نشتغل في دا المربع ونوقف هنا فرحكمل السطر ونشوف مع بعض طيب لحين نكمل رح نمشي نطلع سلسلتين نعمل ثلاث عواميات نفس الفرح سلسلتين ونبدأ نكمل ثلاث عواميات في كل فرح طيب شايفين التدرج كاف من الأطراف سيصير زي كده ومن ناحية اليسار سيتكرر نفس الشي سنوقف في المربع الأخير هنا وبعد نقل بالعمل نبدأ السطرة لبعده ونكرر هذا العملية في كل السطور اللي بعدها لغاية ما يصير عندنا المثلث آخر شيء حبة واحدة من العواميات هذه الثلاثة زي ما في الصورة لحين نوريكم هي شايفين نحن رح نكرر هذا التدرج وكل سطر حننزل حينقص معانا العدد حينقص حينقص لغاية ما يصير مجموعة واحدة في النهاية لما نوصل هنا يكون انتهينا فعشان هدا انا اقول لكم العرض هذا اللي هنا انتو تتحكموا فيه فكل ما زودتي عرض من هنا حسب القطعة قداش تبغيها كبيرة كل ما كان التدرج اكبر وحيقيل برضو نفس الفكرة حيقيل الي ما يصبح واحدة مجموعة فانا رح اكمل تحين خلاص انتوا فهمتوا الفكرة رح اكمل لغاية ما اوصل للتدرجة الاخير هذا ورح اوريكم الشكل النهائي للقطعة هذا الشكل النهائي للقطعة زي ما انتو شايفين نزلنا اتدرجت وتناقصت من فوق لتحت لحد ما صارت مجموعة واحدة وبكذا نكون انتهينا من عملها يبقى لنا دحين طريقة تثبيتها رح نثبت في الطرف في الطرفين من هنا ومن هنا رح نثبت زر صغير بحيث انه يكون مخبة تحت الملابس ما يبين ومن نفس الفتحة هذا اللي في البداية رح نطلع بعروة من مجموعة سلاسل هنا او هنا وممكن يعني اي فكرة ممكن تعمليها ممكن شريطة ممكن زيح الوتر هداك الشفاف المهم انه يكون فيه زر ونلف عليه الحبل او شريطة نفسها اذا حبين شريطة الشريطة تدخل تدخلها من هنا وتطلع من ناحية تانية وترابط في طرف الحمالة من اليمين ومن اليسار حجم القطعة هدا لانه مساويته ما هي كبير فانت شوفي الحجم اللي انت يناسبك عدد السلاسل زي ما قلت لكم في البداية هنا هو اللي راح يحدد لك والافضل انك انت اذا كانت فتحة القميس كبيرة وتبي تغطيها انك تعرضيها اذا كانت الفتحة صغيرة وحب بس قطعة صغيرة انه تغطي المنطقة انه صغير القطعة لكن الفكرة هي نفسها ونفس التدرج ونفس الفكرة المهم عدد السلاسل في البداية يكون عدد فردي علشان التطابق من البداية والنهاية يكون زي بعضين ما يصير عندك هنا تبدأ بعواميد وتنتهي بفراغ راح اثبت الزرين هنا وبعدين اوريكم العروة كيف نسويها طيب هنا بعد ما ثبت الزرين حاولوا انكم تختاروا الزر يكون حجمه شوية كبير لشان لما تعملوا العروة تمسك فيها من تحت يعني العروة راح تمسك في الخيطة المخيط في القطعة نفسها انا ثبت هنا الزر وبعدين حطيت العروة وهذه العروة بعدين راح تلتف حوالين الحبل حق الحمالة وتلفيها عليها وبعدين تقفليها بهذا الطريقة سوف نعمل معكم الناحية الثانية علشان تشوفوا فكرة اول شي الخيط راح نمسكه نحن نبغى المكان اللي تطلع منه السلاسل هو نفسه اللي راح نقفل منه السلاسل راح ندخل من وراء الزر هنا في اي غرزة من وراء الزر بس نحاول ان تكون الغرزة يعني جاية على الداخل اكتر نربط خطة البداية بعد كده نطلع السلاسل طول السلاسل يعتمد على حسب الطول انت تحبيه اهم شي انه يكون قريب من حبل الحمالة ما يكون بعيد علشان الزر ما يبين من تحت الملابس انا سويت 16 سلسلة 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 11 13 14 15 16 طيب نفس مكان ما طلعنا هنا راح نقفل فيه نعمل منزلقة طلعنا هنا راح نعمل منزلقة اقص الخيط هنا وقفل بغرزة بعدين خيط البداية وخيط النهاية اعقدهم مع بعض بعدين خيط البداية وخيط النهاية اعقدهم مع بعض يفضل نعمل عقدتين بعدين هذا الخيط نخبيهم بين الغرز ثم تكون انتهت القطعة زي ما انتوا شايفين هنا العروة وهذه العروة من اليمين الفكرة منها سوف أوريكم هنا زي فكرة من قطعة القماش هذه هي نفس الفكرة دي بس هذي بقماش ما هي كرشي شوفوا هنا كيف عاملين الحركة دي اللي هنا حطين هذه القطعة ومخيطينها في القماش فهذه القطعة تكفل على حبل الحمالة وتمسك فيها فهذا العروة تسوي نفس الفكرة فبس انها بدل ما انك تكفليها كده رح تلفي الخيط حولينا الحمالة وتحطيها في الزر من الناحية التانية ان شاء الله انكم تكونوا فهمت علي بس ان شاء الله اوريكم وبس كده نكون انتهينا من عمل القطعة رح احط لكم صورة الشكل النهائي على بلوزة واتمنى ان نكون نالت اعجابكم السلام عليكم ورحمة الله